انتصار هذا ما يؤكد أن المنتخب الوطني تعناه نضم باللي المنتخب الوحيد لي فاسقع بالمقابلات مقابلات نقول باللي مقابلة رسمية تعني هاية الموسم اللعبين تعني هاية شفناهم جرب بعض اللعبين الكائن اللي سجلوا نقاط إيجابية ومبعدين تكنوا عليهم بالتفاصيل نعم أمين أقصص كراءتك الأولية لهذه المواجهة على العموم فوز 2-1 أمام أوغندا منتخب دخل هذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لأنه يبحث عن تأهل عكس منتخبنا الوطني المتأهل منذ مدة ياسور أولا هني المنتخب الوطني على هذا الفوز المستحق ننقل على مكالمة كاملة خمسة مقابلات خمسة انتصارات خمسة نقطة في رصيد المنتخب الوطني ننقل هذا إيجابي للمنتخب الوطني هو في تحسن وشفنا اليوم تغييرات كثيرة حوالي أبر بن سبعين اللي هو في تشكيلة الأساسية ننقل بالناخب الوطني غير قاعد تشكيلة والحمد لله شفنا منتخب اليوم منتخب اليوم فاز بأداء ونتيجة بالعابين لليوم أو المشاركة التحرم في إفريقيا هذا الدليل يمرأ والمنتخب في طريق صحيح المنتخب في طريق الصحيح علي بن شيء قراءتك لهذه المواجهة على العموم فوز مستحق أمام منتخب أغندي نقدر نقوله بأنه كان يبحث على الأقل على التعادل باش يبقى في ملعب حيادي يعني في ملعب محايد عفوان هل تعتقد بأنه هذا الفوز جيد خاصة للمورال لجوار هذو اللي دخلوا اللي رام بلاسان بانسير سين بيكتوار بوكو بلس مليحة بور لجوار جدد لنوفو جوار بسكو نماجنون لكانترار دخلوا اليوم جدد بزاف وتكون اندسيبسيو مام همين قاسو دانك سيتي ان بيكتوار بل بيكتوار بور لنوفو جوار بور لتوك اليكيب سيتي بيكتوار بور للمورال اللي بيان العموم على العموم يعني لو نتكلموا على بصفة عامة شكون اللي جوار اللي لفتوا انتباك في مباراة اليوم أعطيني اسم ولا اسمين تقدر تسميهم سيده اللوم دو ماتش يعني في هذه المواجهة نو اللوم دو ماتش هو بن سبعيني كان دي باسا على دوز اكيب اتا على هوتر والدوزيام انا بيكتوار عمورا مركي دو بيت صح واللي مجهودات كبيرة كان يدير فيها دونك جيبونس كهذا هو مزوج اللي يمرجيو شوية حسب رايك محمد قاسي السعيد أبر عمورا وبن سبعيني اللي كان يجمع حول مستوهم اليوم عمورا سجل هدفين وكان في كل مكان تقريبا بن سبعيني أيضا في الدفاع حتى في الأول فرصة للمنتخب الوطني كانت في دقيقة التلتاش عن طريق رأسية عمورا بعدها جات رأسية دقيقة العشرين رأسية بن سبعيني الذي كاد يفتتح بابة التسجيل في الشوطاني أيضا كانت فرصة أو قطفة بن سبعيني اللي تصدالها الحارس في دقيقة التمانية وربعين هل تعتقد بأنه فيه لعبين آخرين سجلوا نقاط إيجابية قبل ما نبدأ خط بخط لا قلت لك اللعبين يسجلوا نقاط إيجابية نحي رأسية بن سبعيني اللي هو اليوم كآخر أكبر في المنتخب هذا ركيزة يعني الأخر أكبر عمورا دو بيت دوقت لهم رجل المقابلة سجل هدفين لحد الآن سجل ربع أهداف المنتخب نحن نتكلم عن المقابلة تعاليوم هدفين ما هو السعيد سجل هدفين في جابوما يعني أمام منتخب الأوغندي اللعبين الجدد نقول لك اللعبوا أول مرة في إفريقيا حجام بو عناني وعبداللي سجلوا نقاط إيجابية سجلوا نقاط إيجابية رغم يعني خاصة اللعب بو عناني رغم يعني صغر سنتعو شفنا بالليل ما يحكم الكرة يحاول يحاول ولو صعيب في أدغال إفريقيا في مقابلة لهم وليو كانت 82% روتوبا نحن نقول بلي كان صعيب عليه كان أيضاً لوسيف لوسيف باون يالبيت هدك والمكاش ولكن في طائرة المقابلة أدى مقابلة يعني في المستوى نعم الأسباب اللي نفتتين تباك أمين أكساس اليوم حسب رأيك أنا نقول لك لقاء الفريق كل فريق أدى مقابلة نقول من لمقابلة كبيرة اليوم حقنا فوز مهم نقول لك ما عندوش بألك أهمية كبيرة بسكوحنا ديجارنا كاليف 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 من اللعبين هدوما الجدد كما بالعيد كما لوصيف كما الشيطة اللي عاودوا للمنتخب الوطني كما عبدالليب وعناني نقول بلي نقاط ده ونقاط إيجابية لعبوا مقابلة ما نقول لك كبيرة ما نقول لك ضعيفة كما نقول لك نجبد لك لعب لوصيف أدى اليوم مقابلة في المستوى حجام كيف كيف حجام اليوم بالعيد من ناحية الدفاعية كان مليح ما لقلتو كان عندو شوية كان عندو شوية كان عندو شوية كان عندو الكورا نور كان يبرد البالون سي نورمال بأول لقاء ديالو ما شي سهل أول لقاء تلعب في إفريقيا ضد منتخب أنا نقول لك لا بس به ثاني كين عبداللي أول لقاء ديالو ما شفناش فريمون سي نورمال بسكو ما تخدش جي جي أنجور في ماتش واحد في مباراة الأولى نعم وثاني في ستين دقيقة في خمسة وستين دقيقة نقول باللي ما زال لقاءات نزيد ونشوفوهم اليوم المشكلة أنه مع الناش مباراة كثيرة مع هذا مباراة ودية أمام تونس ثم لقاء العودة أو لقاء الأخير لتصفية أمام تنزانيا بعدها تدخل مباشرة في تصفية كأس الآلم يعني ربما هذو ما اللي درني تورنو درني فيراج من تسيينهم ما ليش ردوان اليوم كي نحكو عن العموم الدوم مقابلة في المستوى نقول لك اليوم شفنا إيجابيات شفنا هذو اللعبين يقدر يخرج منهم اليوم كي نتابعوا عنني أول لقاء 18 سنة كما قال محمد لعب في بوست محرز يعني لا بهم سور اليوم هذو اللعب مش حيكون تيتويلار بس وعنده كما محرز كما مع بلش أنا بألك عدموا الناس وكان يولي الفريق الوطني فهمتني أمي هذو اللعب يخرج منه هذا اللعب يقدر يجي منه وكان حجم تاني لعب تاني شاب اليوم بسكو إحنا شاك فوا لا داني الفوت كل منه بلقوا نبل إفريقيا ماشي سهلا صح قلوا بكل صراحة مالقريتو بلق لعبنا مع فريق وخانطان بلقوا لعبوا مع كوديفوار كاميرون مالي هذو مح يكونوا لقاءات صعبة سنور ما يكون حتى المدرب اليوم قال بلي لما نلعب مع فرق قوية يعني اليوم عندي ركتموح بيقول بلي ما لعبناش مع مالي خردوان المهم المهم انتعيات شغول طابليكي اللعب ديالك اليوم شفنا مالقريتو أربعة لعابين اللي شاركوا ديجا في المنتخب الوطني منهم من سبعيني منهم من قبل وشي تالي لعب في المنتخب الوطني اللقاء واحد والحارس المرمى لعابين نقع جدد إنسيجام يكون ناقص سي نورمال ما مش متعودين لعب معها شفنا من ناحية الاستحوات كانوا المنتخب الوطني كان لابس بها من ناحية الفورس سيفري ضيعنا زوج فورس في شوفي أول وسجلنا هدف سجلنا هدف في وقت رائع في وقت رائع دقيقة تنين واربعين أنا نقول باللي على العموم أدوا مقابلة لابس بها اليوم أنا نقول لك هذي اللعابين هذي وما بالك فلافين إن قدروا تكلوا عليهم تاني ما يخفى لك تاني تشوف باللي في الدخول في شاوط تاني تشوف نوصولي هم بحرز سينا تلعابين وكانت تزيد لهم دي جوار كلي ودي جوار اللي عندهم خبرة في الفريق الوطني واللي عندهم أهمية كبيرة اليوم هينسجموا معهم نعم علي بن شيخ وهي اللقطة الإيجابية يقدرون يخرجون بها من اللقاء تاليوم شنوما هل تعتقد بأنه سيتي كومان حجام على الجهة اليسرى وعبداللي لأول مرة يجي المنتخب الوطني ونحطون دون دي كونديشون تعل أفريق 82% رطوبة وأيضا 31-32 درجة حرارة رغم هذا نقدرون قلوب اللي أعطاوه وش قدروا ولو أنه كما قال لك بو عناني 18 سنة تلعب أمام فريق أغندي يلعب شوية بيخشونة بقوة وش رايك في المرضود تعلجود هذا وشنوما الأمور الإيجابية يقدرون خرجوه بهم المباراة على اليوم وما تكلبت أنت على اللعابين اللقاء الجودد وهذا واجب يلعبوا وقاء الجودد بسكو كاين غير غدوا كاين نوترمات كونتر لا تونيزي سبري والمجوريتي دي جوار لي اللعبوا كونتر تونس ما شاهدو دونك واجب نشوفو هاد اللعابين فورفور ونسرس كلا نتيستيهم وين مستوى تحوم شفنا شفنا با كي توف دون لنسنب لنوفو جوار مدو مدو واش لازم مي تبقى la confirmation سلون لما سلون لأدفرسر مدو سلون لأدفرسر النجمون زيدو نشوفوهم ولي يمدو أكتر مع آدفرسر كيزيد يطلع المستوى ولكن اليوم أنا على حساب رأي أنا على حساب رأي شفت سلون هوايج للملاح من القدام عند كان سبن سبعين يارياء سنطرال يبو أتر آرية سنطرال كمغدو يمي كونش لارياء رغوش يبو أتر رغوش لك سا سا نت مون شوز وش كي جي وصي مالغر الانت بارسر رانا قولو مي لفات دو ورعوار قدام محرز لزي اشانج دو بار هادوك يخليو من القدام يتحرك شوية بين محرز وعوار لك بعد ولا كان بن ناصر إن شاء الله يكون كي كون على كل حال يحكم الكرات بارسر ينجمي كل مليو خطاش دائمن تكلمو كان محرز بار مومو يدير دي مات ملاح كان فغول قدام ويخدم كون تدروا سيب جي عوار نتو هنا يتوش بلوس دو بالان ويخلي الادورسر يخليه كل مفتوح له دون جي بان شوز لراس تنزيد نشوفوه ما زال بالنسبة للجدد هل اليوم منقدروش نطالبوا منهم الكثير في مباراة أول مرة يلعبوا في أدغال إفريقيا أرضية الميدان كان جيدة حسب ما شاهدنا على شاشة تليفزيون لم تكن سيئة يعني كانوا دون دي كونديسيون الجمهور ما كانش كثير يعني ما كانش تقريبا لعبنا أمام مدرجة خالية هل كل هذا ساعدهم باش ربما يكونوا بلوزالز يعني ما حطينا هل دون دي كونديسيون تريتري ديفيسيون ملعبوش أمام منتخب قوي جدا ودرجة حرارة ربما عالية وجمهور غافير وينتكون عمور بلوزالز هل 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 بداية تكون هكذا نجم نجم نقول لك البداية كانت مليحة خلينا تكلمنا على دفرسال ديجال لفتكو المجوريتي ديجوار غار جودد صح بسكو كيكونوا غار جودد غار يحبوا يبينو البالون يكون يجري يمشي كما يلزم الحال خطاش كي تلعب واحد اتنين في وسط لغرون ديكيب يحووس يبان بارفو بتاتي لين بي كمبلكسي بارفو ميلعبولوش مهنا يجعل ناس تلعب حصو روح صنعج 18 يكون جيدًا ملح تكنيك ملح ملاد 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 يزيد ملاد وزيد يعرفو ما هو هالافريق اليوم إنه أول ملاد تلك يجرح نسي جرح لكن في جدي تكرر تحضر تكتر ألا أحسن ولأجابه هل الإنجاب السببين؟ لا أمريكا نتجيها ألا تجيجها هل الشعب مع الكثير منها؟ تجيجها إلى الطعام كان لدينا أحسن بالرحما يجب على إستاجه لا أحبه لكنه الكثير من أجل سيجل لذلك يجب أن نرى العمورة كلما يجب أن يتقلق الأمورة ويقلق الأمورة لذلك هنا يمنا القدام برحمة وعندوه يجب أن نرى يجب أن يبين يجب أن يبين بيانسر